أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقتها مع تجمع بريكس من خلال المشاركة في الجلسات المختلفة والتي عقدت في إطار سيغة بريكس بلس وخلال مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي بقمة التكتل المنعقدة في جوانس بيرك رحب مدبولي بالخطوة التي أقرها تجمع بريكس باتجاه توسيع عضوياته معربا عن تطلع مصر لأن تكون عضوا فعلا ومؤثرا داخل بريكس للإسهام في جهوده الرمية لإيجاد حلول للتحديات التي تعاني منها الدول أود الترحيب بالخطوة التي أقرها تجمع بريكس اليوم باتجاه توسيع عضويته والتي أثق في أنها ستساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه على الصعيد الدولي ولقد حرصت مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المشاركة في الجلسات المختلفة التي عقدت في إطار سيغة بريكس بلس كما انضمت إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021 ونتطلع لأن تكون مصر عضوا فاعلا ومؤثرا داخل التجمع من أجل الإسهام في جهوده الرمية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا والتي تتطلب تكثيف التعامل المشترك في إطار التعاون الجنوب جنوب